ترجمة نانسي قنقر وذكر سعادته أن المؤسسة تتابع عملية تنفيذ تطبيق القيمة المضافة للتأكد من عدم تحصيلها على رسوم القطاع العقري التي يستفيد منها المواطنون في هذا القطاع وثمن سعادة الشيخ محمد بن خليفة عدم إخضاع خدمات القطاع العقري للقيمة المضافة حيث يتيح ذلك التسهيل على المواطنين والمستفيدين من خدمات هذا القطاع وتقديم فرص أفضل للاستثمار في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر